السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عقب انتحار إمام أحمد توفيق يوجه بأوامر عاجلة لمناديب الأوقاف إليكم التفاصل وجه وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية أحمد توفيق مذكرة إلى مناديب شؤون الإسلامية وذلك عقب إقدام إمام تابع لجهة مراكش أسفي على الانتحار وجاء في مذكرة أحمد توفيق فقد أقدم أحد الأئمة تابع لجهة مراكش أسفي على الانتحار واقع يؤسف لها وتستدعي الانتباه إلى أمر ينبغي التصدي له بكل الإمكانيات والوسائل الممكنة وأضافت المذكرة الموقعة من أحمد توفيق ولعل من أهم الدوافع محاولة الانتحار نوبات الاكتئاب يمكن علاجها إذا ما تم تنبه لها في الوقت المناسب تتجلى أعراضها الرئيسية في تباطئ غير عادي في النشاط الشخص وشعوره بالتعب وقلق وحزن غير عادي الصخط على الذات والشعور باليأس وفقدان المتعة التعرض للأفكار تشاؤمية وبروز اضطرابات حدا غير عادية في النوم والشهية وفي هذا الصياق وجه وزير الأوقاف مندي بشؤون الإسلامية إلى ضرورة الحرص على التواصل الدائم مع كافات القيمين الدينيين في النفوذ الترابي من خلال تنظيم لقاءات تواصلية معهم بصفة مستمرة سواء بمناسبة لقاءات التأهيل أو في غير مناسبة من أجل بسط النقاش معهم حول مختلف القضايا التي تهمهم عقد جلسات الاستماع لفائدتهم بالتأطير من الأئمة المرشدين وفق برنامج محكم ومحدد يتم إشعارهم به سلفا استقبالهم بمقر المندوبية كلما دعت الضرورة وتوجيههم بإسلوب لائق التنصيق الدائم مع مؤسسة محمد السادس لنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين خصوصا فيما يتعلق بتوقيع شركات مع أطباء واستشاريين نفسيين لإلاج ومواكبات الحالة التي بدأت تظهر عليها علامة للطراب النفسي وتوجيهها إلى مراسلة هذه المؤسسات عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين هنا وصلت لنهاية الفيديو وكانت معكم قناة فاتت الشانيل فضلا وليس أمرا لايك واشتراك وتنفع الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ومع السلام